اه اول شي كنت وحيد وهلأ في بوادر خير يعني لا بالنسبة للعزاب خلينا نسحب لأزواج والمرتبطين اهو المرتبطين مبين عندي فيه في شويتك علاقة ثلاثية خلينا نشوف وانت عم تختار انت بين خيارين بين شغلتين الك فترة عم بتفكر فيهم كنت مغمض عن العلاقة اما الثلاثية او مش حابب انك تشوفها مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك عم بحسك كتير حاطط يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز لكن بالفترة الجاي رح تكون متأهب يعني انت خايف من الطرف الآخر بانه يترك او يكون فيه علاقة ثلاثية العلاقة ثلاثية مبين موجودة ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية ممكن تدخل من شخص ثالث اما من العائلة او طبعا القراءة ممكن تنفع انه تكون عكسية لكن بشوف بالنهاية يعني شي كتير حلو يعني قربت كتير من الارتباط اذا كنت اللي هو الارتباط الجدي صرت كتير قريب منه لكن ما وصلت له مية بالمية لكن انت في الطريق واخر اخر مرحلة في هذا الموضوع عم بشوفك كتير مبسوط الا الامور اللي عم بتسير وكأنه في بشاير في الموضوع او في شغلات بتدل ان الطرف الثاني عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة انت كمان عم بشوفك بتحبه اكتر تتمسك فيه اكتر نتيجة قرارات هو رح يتخذها او عم يتخذها حاليا عم بيحاول هو يبعد كل المشاكل والاطراف اللي عم تتدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع اذا الورق كتير ايجابي بالنسبة للمرتبطين ولكن فيه اوراق بتحكيلك انه كون حذر في انه تاخد قرار في هذا الموضوع خاصة انه فيه شخص تاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي انت معه ولكن فيه شخص عم بيشوفك من ابعيد وانت بالاخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي انت معه لكن بحذر عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الاخيرة وانا بنصحك بهذا الاشي يعني لانه بتضل الامور مبهمة عبين ما تصير الخطوة بس فيه يعني فيه قطوات حلوة ممكن يقوم فيها الطرف الثاني فيه احتمال تسعين بالمية يمكن كتير ورق حلو يعني نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع او بتتشوف يعني فيه ترك نهائي للعلاقة ولا فيه اللي هو ممكن انهم يرجعوا حاول نشوف ايش المشاكل فيه العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج نزم الجوزة كان فيه اشخاص متدخلين كتير في العلاقة فيه وحوش فيه عندك واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة فيه ناس كتير كانت مش حابة هاي العلاقة انها تكون من الاساس وكأنها كانت تسيطر على الحبيب او الشخص اللي انتو تاركينه هاي في الطاقة القديمة طلعت عنا اذا مش حاليا ولا مستقبلا لكن الحبيب عم بيفكر فيك بكتير يعني اللي هو انت مسيطر على كل تفكيره عم بيفكر فيك خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بيفكر عم يحلم فيك مبين انه حارب من اجلك لكن فشل بالفترة الماضية انت ما كنت عارف لكنه هو كان يحارب اطراف معينين لنجاح هاي العلاقة لكن في غموض وفي تكتم بعدين صار يحس الموضوع انه صعب كتير يكمل اما بالنسبة للصراعات اللي بناتكم او بالنسبة الاشخاص حاولوا انهم عن جد يسيطروا على تفكيره ولكن عم بشوف انه عم تصفى الامور مخه عم يصفى تفكيره عم يرجع لعقله عم بتذكر الاشياء والاماكن اللي كنتوا انتوا تروحوا عليها عم بشوف طاقة نهرية ترابية وهوائية في الموضوع في برضو خبرية في اشي بيجمعكم مع بعض وكأنه عم يوصلك خبر بيهديك نفسيا وبيخليك اللي هو يعني بردت شوي اعصابك وصرت على امل كبير انه يرجع في بوادر خير عم بتبين اهدف كابس كتير محفوظ راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين في اذن هذا بيعني انه في ممكن فرصة كبيرة للرجوع عم بالاخير عم يتملكك عم يمسكك في ايده لكن في اشخاص في علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع لكن انت راح تكون عارف يعني او انت عارف من البداية انه في شخص ثالث لكن هو بالاخير راح يمسكك في ايده ورح يتملكك ورح تكون إله هو إلك واللي مبين عن عندي اكتر انه هو الطرف الثاني عم بيحب عم بيحبك اكتر يعني اكتر الاوراق بتبين انه هو اللي عم بيبادر وهو الحنين من عنده اكتر جاي مع انه مخبي حاله شوي لكن اهو عم بيشوفك كتير كنت مجروح وهلأ في موضوع عم بتخليك كتير سعيد المبادرة راح تكون من الطرف الآخر اكتر مبين مبين انه عنده مسؤوليات كتيرة هذا الشخص عنده احلام وطموح كان مأخر الخطوة اللي هي خطوة الرجوع مبين حتى انه فيه بعد الرجوع فيه ممكن احتمالية ارتباط لكن عم تكون انت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع لكن عم بيصير في الاخير كنت كتير هيك بارق يعني او حتى كانت صحتك مش ولا بود لكن الامور عم بتصير بطريقة حلوة خلينا نشوف اذا فيه نصيحة لبرج الجوزاء من الكون او من الطاقة الكونية نصيحة لازم تسمعها خلينا نشوف شو ممكن يطلع دائما احنا بنقى يعني بحاجة لنصايح لشوية هيك بصيرة تعطينا الامل ممكن او بتوجهنا تكشف لنا امور عم بيحكي لك انه اكتر الاغلاط اللي كنت تغلطها اتعلم من اخطائك برج الجوزاء عم بتعيد نفس الاخطاء مع نفس الاشخاص فبيقول لك اتخذ يعني اتخذ قرار في هذا الموضوع اذا فيه شخص يعني عم بيحاربك وكذا خلص ابعد عنه بلا من الحروب لإلك بالفترة الجاية عم بيقول لك كون هادي لأنه الكون مخبي لك اشياء حلوة ولكن راح تكون بكتمان يعني وكأنه انت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير صرت اكتر حكمة او الكون بيحكي لك صير اكتر حكمة وتكتم على الامور ما تحكي كل شي عندك حتى للطرف الاخر خلي فيه شي إلك مساحة إلك فكر بنفسك والنجاح راح يكون حليفك ها بيحكي لك لا ورق كتير حلو اللي هي بيحكي لك أن الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم حاول أنه ما تكرر هذا الاشي في حياتك أو ما تعطي فرصة أكتر من فرصك أنت عم تعطي فرصة كتير لشخص معين فالكون عم بيحكي لك لا اتخذ قرار في هذا الموضوع حب حالك أكتر لكن أنا شايفة يعني تطلعوا يعني كتير في كروت حلوة من بعد هذا من بعد جرح كبير وغدر كبير لكن أنت بعدت عنه في طاقتك الحالية وكأنك بدلت جهد لحتى تغير طاقتك ببشرك أنه في كتير أشياء حلوة ناطرتك إذا كنت عم تستنى شغلة أو موضوع معين الحظ معاك هاي الفترة كمان بالنسبة للجوزرة بشكل عام نصيحة أخرى أو خلينا نشوف الوراء اللي بتطع عم بتكون منتصر ببشرك يعني كل وراء حلو اللي عم بتطلع عم ترسم بحكي لك أرسم طريقك في نفسك ما تستنى الآخرين يساعدوك بحكي لك فيه أموال جاي في أموال رح تمسكها في إيديك لكن رح تصرف كتير فاكون حذر من هاي الناحية رح تكون محارب في الفترة الجاي لكن أنت على نصر مقبل فبحكي لك تطمن يعني الشغلة اللي كنت تحارب عشانها رح تكون عندك جميع الأدوات لحتى تحصل على هذا الإشي أنا بتطلع له أكتر للعلاقة العاطفية بحكي لك عندك كل شيء أنت عندك ممكن جمال المادة عندك استقرار عندك حكمة عقل فكل هدول الأشياء بحكي لك استعملهم في العلاقة خاصة العاطفية من ناحية عاطفية إذن هذا كل إشي بالنسبة لبرج الجوزاء ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع وإن شاء الله بتستعملوا الطرق اللي أنا رح أحذيركم عنها واللي هي مجربة مني شخصياً ومن من الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها يعني عن الموضوع عن موضوع التخاطر وقانون الجذب فأكتر من طريقة مجربة ممكن إنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينة أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة رح نوضحها فقود لك لبرج الجوزاء قراءة كتير حلوان